اقدمت ميليشيات الحوثي صنعاء على قتل طبيب من ابناء محافظة عمران وسط فوضى امنية تشهدها العاصمة واكدت مصادر محلية ان المدعو عماد حيدر الخضمي المنتمي لجماعة الحوثي والعائد من جباة القتال الحوثية اقدم على قتل الطبيب بشير عسكر وسط صنعاء وذكرت المصادر ان خلافا نشب بين اطفال الاسرتين وسارع المسلح الحوثي باطلاق الرصاص على الطبيب عسكر عقب خروجه لمعرفة تفاصيل الخلاف